هو الإمام الحافظ والعلم البارع أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير ولد سنة تسع ومائتين للهجرة بترمذ إحدى بلاد ما وراء النهر وقام في طلب الأحاديث برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز واشتهر بالحفظ والأمانة والعلم من شيوخه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود السجستاني وكتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهاويه وغيرهم ومن تلامذته أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي وأحمد بن يوسف النسفي وحماد بن شاكر الوراق وغيرهم قال ابن حبان كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وقال أبو سعد الإدريسي كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ وقال بعضهم مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والزهد والوراع من أشهر مصنفاته كتاب الجامع المشهور بسنن الترمذي والمعدود من كتب الحديث الستة المعتمدة جمع فيه الترمذي فنونا من علل الحديث التي تفيد المحدث والفقيه فكان يذكر الحديث بأسانيده ويعدد الصحابة الذين رووه ويصحح ما صح عنده ويضاعف ما ضعف ويبين من أخذ بالحديث من الفقهاء ومن لم يأخذ فجامعه أجمع السنن وأنفعها للمحدث والفقيه ومن مصنفاته كذلك كتاب العلل وكتاب الشمائل النبوية عاش الترمذي شطرا من حياته الأخيرة ضريرا بعد أن طاف في البلاد يجمع الروايات الصحيحة من أهل الحفظ والتثبت إلى أن توفي في الثالث عشر من رجب سنة 79 ومئتين للهجرة عن سبعين عاما رحمه الله رحمة واسعة خطأ جسيم يقع فيه كثير من الناس بخصوص نسب العلماء حيث أن أصحاب الكتب الستة الحديثية وهم الإمام البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود رحمهم الله جميعا أصولهم عربية وبما أن أجدادهم كانوا من الفاتحين الأوائل لبلاد فارس استوطنوا فيها وأخذوا أسماء المدن والقرى التابعة لها وأخذ يطلق عليهم البخاري نسبة إلى بخارة وهي مدينة معروفة في أسباقستان ليس فرصة اليوم وليس إيران الإمام مسلم النيسابوري هو عربي من بني قشير اليمانية حيث نزلوا نيسابور وسكنوها وهي شمال خراسان اليوم في إيران وكذلك الترمذي فهو من بني سليم ولكنه نزيل ترمذ في أسباكستان فأطلق عليه الترمذي وكذلك أبو داود فهو كندي من كندة من العرب نزل سيجستان شرق إيران فأطلق عليه السيجستاني أو السجستاني وكذلك النسائي فهو نزيل نساء وهي مدينة في وسط إيران وكذلك ابن ماجا فهو من ربيعة ابن شهر من الأزد وهناك كتاب اسم عروبة العلماء في البلاد العجمية للدكتور ناجي الأعظام العراقي بين بالدليل القاطع والبرهان الصاطع عروبة العلماء أصحاب الكتب الستة وغيرهم ممن يدعي الفرصة أنهم منهم وتستطيع النظر فيه وتصحيح هذه الأمور التي دسها الشعوبيون الشيعة في عقول أهل السنة والجماعة فأصبحت من المسلمات عند الكثير من الناس وتقبلوها برحابة صدر ولا يعلمون أنها من دس الشعوبيين الفرص المجوس الذين يكرهون العربة ويريدون الحط من قدرهم بأي شكل من الأشكال ونحن لا نعترض على أن تكون أصول هؤلاء فارسية أو تركية أو هندية إنما اعتراضنا على تزييف الحقائق وتحريف الواقع وإلا المسلمون كلهم أمة واحدة وجسد واحد ونتقبل الدين والعقيدة الصحيحة الموافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الفارسي والتركي والهندي والباكستاني وغيرهم شرط أن تكون صحيحة هذا هو الأصل في ديننا لكن تعريف الواقع وتزييف الحقائق فهذا مردود لا يجوز مطلقا